اعلنت هيئة البحرين السياحة والمعارض عن شراكتها الاستراتيجية في استضافة مملكة البحرين للبطولة العالمية 3-on-3 لكرة السلة بتعاون ثلاثي بين اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة والاتحاد الدولي لكرة السلة وتأتي هذه الاستضافة ترجمة لما تملكه المملكة من مقاومات متميزة وبنية تحتية متطورة ومرافق رياضية عصرية وتميزها في احتضان كبرى البطولات العالمية في مختلف الرياضات في إطار تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في سبيل الارتقاء بمستوى السياحة الرياضية في البحرين كأحدى الركائز الرئيسية السابع في استراتيجية السياحة 2022-2026 وزيادة مساهمتها في نعاش القطاع السياحي أبرمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض شراكتها الاستراتيجية مع اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة والاتحاد الدولي لكرة السلة لاستقطاب منافسات 3-on-3 لكرة السلة كحدث رياضي عالمي مهم يقام لأول مرة على أرض المملكة وجود هذه المنافسة على أرض المملكة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها اللجنة الأولمبية لتعزيز شراكتها مع مختلف الاتحادات الرياضية الدولية واستقطاب البطولات الكبرى لتعزيز السياحة الرياضية والترويج للمملكة وترسيخ مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية ويعزز وينمي القطاع السياحي في البحرين ويزيد مساهمته بالاقتصاد الوطني كما تبذل هيئة البحرين للسياحة والمعارض جل جهودها للترويج لهذا الحدث الرياضي الكبير عبر مختلف وسائل الإعلام داخل المملكة وخارجها لضمان أعلى نسبة حضور للجولة العالمية وتواصل جهودها الدؤوبة بالتعاون مع مؤسسات قطاع السياحة في المملكة من فنادق ومرافق ضيافة وشركات إدارة الوجهات السياحية لإطلاق باقات سياحية للزوار من مختلف الجنسيات لإنجاح هذا الحدث العالمي اشتركوا في القناة